مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الحوت المنتصف الثاني من شهر عشرة أكتوبر تشرين الأول 2022 بتمنى لك حط سعيد من كل قلبي على جميع الأصعدة لأنك تستحق يا صديقي يا برج الحوت كل الحب والتقدير وخصوصا على حسن معاملتك مع الآخرين وتضحيتك للأشخاص اللي بعزوا على قلبك مولود برج الحوت عنده كمية عطاء هائلة جدا وخصوصا للأشخاص اللي بيحبهم بمعنى الكلمة مستعد يعني يقطع عن حاله الشغلة ويعطيها للشخص اللي بيحبه وهاي قمة العطاء وقمة التضحية من أجل أشخاص اللي أنت بتحبهم صحيح في أشخاص أنت ضحيت من أجلهم وكانوا مش قد هذه التضحية أو ما بدروك نفس الشعور لما كنت أنت بحاجتهم ولاحظت أنهم ما ضحوا مشانك هذا الموضوع يعني أعطاك يعني أنه مشكل أصابعك واحد في ناس تستحق تضحيتك يا صديقي برج الحوت أنك تضحي مشانه وتدعمه وفي ناس لا تستحق حتى على مستوى أنك تساعدها أو تسلم عليها لأنهم أشخاص بيكونوا لؤمة ودائماً بيحاولوا تشويه سمعتك طبعاً يا أصدقائي لا تنسونا بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ولا تنسوني من اللايك طبعاً للتواصل على طريقة الواتس أب بتلاقي رقم الواتس أب تحت تسوي الفيديو بصندوق الوصف ومرات أنا بكتبه في التعليقات نرى شو مخبالك المنتصف الثاني من شهر 10 أكتوبر تشرين الأول 2002 وعشرين بإذن الله تعالى أتمنى لك حتى سعيد من كل قلبي على جميع الأصعدة عاطفياً ومهنياً واجتماعياً وإن شاء الله القادم رح يكون أفضل وأفضل لنرى شو مخبالك بإذن الله تعالى ستشعر في قوة الحظ تدعمك هو رح يدعمك الحظ على جميع الأصعدة بإذن الله تعالى أما رح تكون النسبة الأكبر من الحظ اللي رح يجيك وخصوصاً بالأمور للبيع والشراء يعني الفرصة متاحة أمامك وخصوصاً بعد منتصف شهر 10 أكتوبر 21 بإذن الله تعالى ده الأمور كبيع وشراء اللي عنده مركبة حاب يبيعها أو حاب يشتري مركبة أو تغيير مسكن الحظ بدعمك بهذا المجال ورح تلاقي فرص رائعة جداً وأكثر من ما تتوقع بدعمك كمان الحظ يا صديقي يا برج الحوت بالأمور المالية رح تقدر تحقق الكثير من الأمور المالية وخصوصاً من الأشخاص اللي تعرفت عليهم بالقون الأخيرة وجددت علاقتك فيهم كيف يعني جددت علاقتك فيهم حسن في أشخاص كانوا عندك يا صديقي يا برج الحوت كنت يعني تعرفهم معرفة جيدة جداً بس مش أصدقاء و ما بتعرفهم يعني من الداخل كيف هم وما بعرفوك كمان هذول الأشخاص رح يتقربوا منك بالمنتصف الثاني من شهر عشرة ورح يدعموك بالأمور المالية والأعمال المشتركة وخصوصاً هم اللي رح يقدموا هذا الموضوع وهذه الاقتراحات من أعمال مشتركة أو أشياء من هذا القبيل حتى لو كان أمورك المالية والمادية ما بتسمح لأي عمل أو مشروع مهني رح تلاقي أشخاص يغطوا عندك هذا النقص لكي يعملوا معك شركات مهنية حاول حاول استغل هذه الفرص لأنها رح تكون نقاط مفصلية بالفترات القادمة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام بإذن الله تعالى سيكثر من حولك الأشخاص اللي بتطلعوا عليك بنظرة الغيري والحسد هم الأشخاص المقربين منك بسبب بعض التغيرات اللي رح تصير عندك وتحديث الممتلكات زي ما حكيت لك الحض بدعمك في الأمور التجارة أو البيع والشراء يعني ممكن أنك تحدث المركبة في أشخاص كثير من موليد برج الحوت رح يحثوا مركبتهم اللي هي السيارة تعيدهم زائد كمان في أشخاص كمان عندهم تحديث في الأمور المنزلية مثل أثاث البيت أو أشياء من هذا القبيل هذا الموضوع بدعمك كثير ويشعرك في الطاقة الإيجابية وثقة النفس الزائدة حاول يا صديقي يا برج الحوت كنصيحة أنك لما تكون قاعد بمجلس وتلاحظ على الأشخاص اللي حولك أنهم بتطلعوا عليك نظرة الغير والحسد أول ما تبدأ حديثك هي كلمتين صغار بس مفعولهم ممتاز جدا اللي هن على المثال تبدأ بالحديث يا جماعة الخير صلوا على النبي صلى سيدنا محمد هيك بإذن الله تعالى أنت حميت حالك من عيونهم ولا تستهيني بكلمة العين العين يا صديقي يا برج الحوت أخذت حقها من الحجر قديش الحجر قوي ومع ذلك العين أخذت حقها من الحجر في الأمور العاطفية طبعا يا أصدقاء العاطفية في أكثر من ساحة نحكي فيها اللي هي المتزوجون وفي العازبون اللي ما عندهم لا شريك حياة مستقبلي ولا شريك حالي وأيضا في اللي عندهم حبيب مستقبلي اللي هو متفق تكون أنت وشخص على الارتباط بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل سنبدأ في المتزوجون هناك بعض النقاشات الحادة بينك وبين الشريك وخصوصا بأمر ما الشريك بطالب فيه وأنت يعني رافضه قطعيا هذا الموضوع يعني عقد ما بزن عليك الشريك بظلو يعيد ويكرر طبعا الزن اللي هو يا أصدقائي لما أنت تظل لك تعيد نفس الموضوع نفس الموضوع كل شوي عشان هيك احتل الزن أشد من السحر أنك تزن على راس واحد أشد لسه من السحر يعني بتصير الموضوع أنه خلاص أنا بدي أمشي هالموضوع بس عشان تحل عني وريح راسي بعدها راح يكتشف أنه الشريك كان على غلط وأنت اللي كنت على صح ورح ييجي ويعتذر منك ورح يكون درس إله بالفترات القادمة أنه ما يزاود على كلامك أو على نصيحتك الموعد يقترب بينك وبين الشريك المستقبلي اللي هو الحبيب والفرصة متاحة لإتمام خطوبة أو عقد أو زفاف حاول قدر المستطاع أنك تتحدث أنت والحبيب في الأمور المستقبلية كافية عن الأمور المستقبلية أصدقائي مثل والحابين تسكنوا شو حابين يتسموا أول مولود متى موعد الارتباط العقد وأشياء من هذا القبيل في ناس بحكولوا عقد وناس بحكولوا شبكة وأشياء وهو هذا هو اللي بقصود عندي حاول أنه أنت قود الأمور ونصقلها كيف تتم علشان الشريك مش من يعني الحبيب مش من الشخصيات اللي قيادية أو عندهم الإدارة المالية أو حسن التدوير أنت أفضل منه بكثير فحاول أنه أنت قود الأمور سعيتها رح تكون الأمور ناشحة جدا بإذن الله تعالى و الله يتمم الزواج على خير بينك وبين الحبيب وألف ألف مبروك اللي بحالفهم الحظ من موليد برج الحود تلعا زيبون المعجبين كثر وحابين أنهم يتقربوا منك وحابين أنهم يعملوا معك علاقة عاطفية بس مولود برج الحود يمتلك أعين مميزات جدا مليئة بالحب والحنان الشخص اللي أمامه يعني بحب مولود برج الحود لا إراديا بسبب الأعين اللي بملكها والملك لله ما شاء الله عليكم يعني فيهن زي ما تكدهر وتحكو زي الشبيهة بالسحر كيف يعني بتكون أنت قاعد مع شخص بجوز بتعرفه جديد يعني ما أصلك زمان بتلاقيه بيصير يحكي لك عن الأسرار تعيته الداخلية عقد ما هو بشعر في الأمان وهو بحكي معك فكالتالي أنت بتحس أنه الشخص اللي أمامك لو بتعرفه اليوم زي كنه بعرفك منذ حين أو منذ سنين هذا الموضوع اللي بتدقق عليه رح تلاحظ أنه صحيح مية بالمية أنه الأشخاص اللي بتتعرف عليهم على السريع ببلش يحكو لك عن أسرارهم وأمورهم الداخلية اللي ما بحكوها غير للأشخاص المقربين منهم هذا الموضوع يخلي الكثير من الأشخاص يحاولوا أنهم يتقربوا منك ويعملوا معك حلاقة عاطفية ويحاول أنه من البداية حط النقاط على الحروف كيف يعني تحط النقاط على الحروف يا صديقي يا برج الحوت يعني من البداية حط الأمور المستقبلية مثل موعد الارتباط واشياء من هذا القبيل وإذا في عندك شروط لا تتردد بهذا الموضوع وكله حكيه من أول لقاء طبعا يا أصدقائي لسه أنا ما حكيت بالتوقعات يعني كل هاللي حكيته زي ما تحكو واحد بالمية من توقعاتك طبعا علشان فما أخلي الحلقة تطول عليكم يا مشاهدين لأني بعرف أنكم بتملوا بشكل سريع جدا لأنه هيك نظام اليوتيوب دهما بيخليك تتحير فما بيخليك تسحب بالمشاهدة ولضل السفر ما حكيت عنه في مجال السفر وما حكيت عن مجال المهني كالموظفين القائمون على عملهم وما حكيت كمان أنه في مرأة بتحاول إنها تعمل لك أعمال ما في خلف الطبيعة والكواليس وتحديدا المتزوجين مثل السحرية وأشياء من هذا القبيل بس زي ما حكيت لكم ما بحبت طول الحلقة أكثر من هيك كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي ودائماً أنا بتمنى لكم الحظ السعيد وإن شاء الله القادم رح يكون أفضل وأفضل وإثق تماماً ما رح أبخل عليك بأي نصيحة بقدر أمدك فيها لكي أدفع بمصالحك إلى الأمام وبتمنى أنه كل كلمة أنا بحكيها دو خذها محمل الجد لأنه إثق تماماً ما بحكيها من فراغ أنا بحكيها مشانك أنت يا صديقي يا برج الحوت خلص الكلام خلص الفيديو بتمنى لكم حتسعيد من كل قلبي